شتت وهذه الكثرة والوفرة الموجودة اليوم سبعة من أصل واحد وثلاثين أو سبعة من أصل أكثر من ثلاثين مرشح استوفى والشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية العراقية الآراء يعني متشابكة ومتضاربة اليوم فيما يتعلق بمن سيكون من سيصل إلى قصر السلام تعتقد أنه هذه التعدد بالمرشحين برزة وعندنا المستقلين رشحين لرئاسة الجمهورية تعتقد أنه هي حالة صحية من الأقرب لقصر السلام برأيك أولاً أنا أعتقد الأقرب لقصر السلام هو اللي راح يغفر بالصفقة السياسية ما راح نغادر للصفقات وما راح نغادر للتوافقية أبداً أبداً أحنا خلي نكون واضحين وصريحين مع أهلنا ومع شعبنا الأخ إحسان الشمري كان دقيق في وصفه وقال بالنهاية قد الشارع يكون له كلمته وبالتالي إحنا اليوم يعني كأنه نوحي بدءاً أن مظاهرات البصرة ما كانت غلط وهي كانت بداية لشرارة لا سامح الله قد تكون أكبر إذا ما استمرين بهذا التقوقع والتموضع السياسي والمذهبي والقومي اللي إحنا به إحنا خلي نصير صريحين اليوم محد راح يمضي لرئاسة الجمهورية يعني أنت لو تسألني على صعيد رأيي آني شخصي المفروض هذه المناصب تعرض لمستقلين بالدات المناصب السيادية الوزارات الأمنية الوزارات السيادية محد يجعلها من حزب وكل الموجودين في هذه الوزارات من وكلاء إذا كانوا ينتمون إلى الأحزاب يحفون من مناصبهم حتى نقدر نقول إحنا حكومة اتحادية محافظة على وزارات سيادية مهنية تحافظ على العراق صارت مرتع ما الفساد لحيث قمنا ندور على المستقلين حتى في المناصب السيادية والمناصب الأخرى هيك الأحزاب ما بيهثق أنا أعتقد أعتقد من باب الأولى بأن نحافظ على بلد موحد وشعب كريم أن هذه الوزارات تطلع من سيطرة الأحزاب بالذات الوزارات السيادية والأمنية وتروح إلى أشخاص مستقلين ما وراء الحزب الفلاني ذات تاريخ الفلاني ولا الحزب الفلاني يابد نهائيا يروحون على ناس مستقلين مهنيين ووطنيين قادرين أن يجيرون هذه الوزارات هذه أولا حتى نضمن أمن مجتمعي داخل العراق ثم ننطلق لبناء سياسة خارجية للعراق ونعيد العراق إلى دورة الإقليمية في المنطقة يراد جهود أيضا لمؤسسات مستقلة وطنية أما اليوم نحك عن رئاسة الجمهورية اللي مرشحين واحد وثلاثين اللي مقبولين سبعة مستوفين الشروط أحد الأخوان اعتذار هي المنافسة الحقيقية بين شخصين بين السيد برهم صالح وبين السيد فؤاد حسين عندما يتفقون الأخوة الأكراد منها القبل يوم الثلاثة عشرين يوم التصويت سيأتون بمرشح واحد راح يمشي المرشح كل المرشحين المستقلين الأخوة الآخرين على الرغم أنه أنا أفرح أن يفوز أي مرشح من المستقلين ما راح يفوز منهم مرة واحد لأنا أحلى دا نمشي بطريقة تصوت لي وأصوت لك أنت مشي لي فلان وأنا مشي لك فلان سيد الدليمي تجربة المستقلين أيضا ما نجحته سيد العبادي جاب تكنقراط وبدل وزارات ورشق وزارات وبالتالي كل من راح الحزب